فتح تحقيق ابتدائي حول شراء توقيعات المنتخابين مقابل الحصول على التزكية من قبل بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات جاء بعد إطلاع النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر على شهادات تؤكد حدوث التجاوزات واستعمال أساليب غير مشروعة بتلقي مبالغ مالية تتراوح قيمتها بين 20 و 30 ألف دينار جزائري من طرف ثلاثة أشخاص راغبين في الترشح متابعة الحرص على نزاهة العملية الانتخابية دفع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى الكشف عن مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعتها لا سيما ما تعلق بتمويل الحملة الانتخابية وذلك بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها من أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة والتي من المقرر انطلاقها في الخامس عشر أوت الجاري إجراءات صارمة وضوابط قانونية من شأنها الحد من توغل المال الفاسد في العملية الانتخابية وهذا ما يؤكد المسعى الذي باشرته السلطات القضائية منذ 2019 في محاربة الفساد بشتى أنواعه